بعد أن ظل حبيس الأدراج منذ عام 2014 ها هو الفيلم الحربي لقائد الولاية التاريخية الثانية أيام الثورة التحريرية الشهيد جيغود يوسف يرنور أخيرا بعد أن رفعت وزارة المجاهدين التجميد عنه اليوم لما رفع التجميد عنه فهذا مؤشر طيب ويدخل ضمن سياقات تحدث عنها رئيس الجمهورية عبد مجيد تبهون الذي دعا إلى إنعاش قطاعة سينما الفيلم الذي يجسد بطولة مهندس هجامات العشرين أوت خمس وخمسين يتزمن تصويره مع الاحتفال بالذكرى الستين للاستقلال انطلق تصويره بمسقط رأس الشهيد حيث أكلت مهمة إخراجه للمخرج مؤنس خمار فيما أسند دور البطولة للممثل علي ناموس بمشاركة سارة العلامة حسين كالشاش وعدد من الوجوه الأخرى بينما تولى أحسنت ليلاني كتابة سيرانيو يتأطر به فأنا أشكر كثيرا وزارة المجاهدين على إشرافها على فيلم زيرود يوسف وأشكر الوزيرة شخصيا مثلما أتوجه بالشكر لمستشار رئيس الجمهورية أحمد راشدي مستشاره للتقافة والسمعي البصري وأنا مع سيدة شاما بنت زيرود يوسف لوجهة الشكر الكامل والتحية الكاملة لفخامة رئيس الجمهورية الفيلم يروي سيرة حياة وكفاح زيرود يوسف منذ انخراطه في الحركة الوطنية إلى غاية استشهاده في الثالث والعشرين سبتمبر 1956 لقي إشادة من قبل الساحة الفنية الذي اعتبرته نقطة تحول في المشهد السينمائي وإضافة للمكتبة الثقافية للبلاد فيلم زيود يوسف بلا شك سيكون إضافة إلى المكتبة السمعية البصرية في الجزائر خصوصا وأنه يتعلق بشخصية كبيرة وعظيمة لها أثر كبير في ثورتنا المجيدة أنا أحيي تنفيلاني السيناريس الذي ناضل فعلا وخذ عدة معارك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر لقاءاته مع الصحافة من أجل أن يرى هذا الفيلم النور فيلم زيود يوسف قيمة تاريخية تجسد لمرحلة من أهم مراحل تاريخ الثورة المظفرة تلحم فيها الشعب الجزائري مع جيش التحرير الوطني